شهادات المفرج عنهم من السجون القطرية لأنها من مواطنين بحرينيين يعتقدوا بأن العلاقات الخليجية بعد إعلان العلا ستعود إلى ما كانت عليه قبل الخامس من يونيو 2017 ولكنها كما قيل قديما سارت الرياح بما لا تشتهي السفن فالمعاملة القاسية التي تعرض لها الصيادون والبحارة البحرينيون بعد اعتقالهم كانت أقصى مما يتصورها إنسان وقسوتها أنها من أقرب الأقربين لنا ولولا تحرق الحكومة الرشيدة برئاسة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلفه وزير الداخلية ووزير الخارجية لاستمرت ثلاثة الصيادون قابعين في سجون السلطات القطرية المظلمة والتي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الكريمة ولا تراعي حقوق الإنسان فقد أثمرت الجهود البحرينية في تخليص الثلاثة المعتقلين سامي الحداد وحبيب عباس ومحمد الدوسري من قبضة قوات خفر السواحل القطرية التي استهدفت الصيادين والبحار والهواه وهم في البحار والهيرات التي اعتادوا عليها منذ سنوات بحار اعتاد آباؤهم وأجدادهم الصيد فيها وهذا ما أكده الثلاثة بعد الإفراج عنهم وعودتهم إلى أرض الوطن فقد تم حرمانهم من أفسط حقوقهم الإنسانية مثل أدوات النظافة والاستحمام وتجويعهم وعدم توفير الطعام والشراب بانتظام بالإضافة إلى الإهانات اللفظية الشنيعة التي تمس كرامة الإنسان والتشكيك في نياتهم وأسباب خروجهم للصيد لقد جاءت تلك التصرفات من أناس كنا نحسبهم إخوة وجيران وذوي قربة ولو كانت تلك المعاملة من أغراب أو أعداء لم استنكرنا ولا عتبنا ولكنها من دولة جارة تربطنا بها أواصر القربة والجيرة بل هي عضو بمجلس التعاون الخليجي والتي ننادي دائما خليجنا واحد فعن أي خليج نتحدث وعن أي وحدة ننادي وعن أي مصير مشترك واتحاد خليجي لمواجهة الأخطار التي تعترض مسيرتنا الخليجية وهذا فعل الجار لجاره لقد تكللت جهود حكومة البحرين بالنجاح والإفراج عن الثلاثة وبقية العمالة الأجنبية التي كانت على ظهر سفن الصيد وهذا ما عبر عنه الثلاثة بعد عودتهم عن طريق مطار مسقط العماني ولن تتخلى البحرين عن أي مواطن وستقف معه حتى يأخذ حقه كاملا أما الأبواق القادمة من قطر فلا مكان لها حتى ذلك المسؤول القطري الذي قال سنطلق عليكم النار في المرات القادمة هو فاقد للأهلية وسيبقى الخليج العربي ودول مجلس التعاون مكان الآمنين وليس لدعاة الإرهاب وخفافيش الظلام سوى كشف عوراتهم أمام العالم من هنا فإن المسؤولية تحتم على السلطات القطرية العودة إلى إعلان العلا وعدم التعرض لصيادين وبحارة يخرجون للاسترزاق فالسلوك القطري لا يمكن أن يستقيم إلا مع التعهدات التي قطعتها الدوحة على نفسها أمام قادة مجلس التعاون والمجتمع الدولي بمحافظة العلا ولا مكان لذلك السلوك الذي دفع أربع دول إلى قطع علاقاتها لمدة أربعة أعوام ونتمنى أن لا تعود حليمة إلى عادتها القديمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة